اهلا وسهلا بكم ورجعنا لكم مرة تانية برنامج بدون سبق انذار الفقرة دي فقرة بعنوان قانون الزواج الحديث الاول نرحب بضفنة الاستاذ ممدوح حافظ المحامي بالنقد والخبير القانوني السياسي اهلا بكم استاذ ممدوح فيه قانون اللي هو اقتراح قانون وصيق التأمين الزواج داخل مجلس النواب لما يسير الجدل والاراء بين السوشال ميديا وبين الناس وغير انه هو في القانون الشرعي ايه رأي حضرتك اولا تخليني ارحب بيك باسم البرنامج بتاعكم بدون سبق انذار الحقيقة انا كرجل قانون تعودت ان الحياة لا تأتي دون سبق انذار كل شيء يرتب بالقانون ويسبقه انذار اما وان تأتي فجأة دون اعداد فهذا امر يتواكب مع التكنولوجيا مع العصر الجديد في التطور الحياة طبعا الحديث معاكي هيكون ممتاز وفرصة نحن نحدث جموع الشعب المصري باننا الان في الحقيقة يجب ان ننتبه جيدا باننا بكل المقاييس نعيش دولة جديدة متطورة مصر الان اصبحت بكل واقع هي دولة في مقدمة الدول الكبرى بما حدث من تفارات وده يرجع بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل وعي وصبر الشعب المصري منذ عام 2011 وبفضل القيادة السياسية الحكيمة الوطنية التي اعطت للدولة المصرية الكثير والكثير فالان استطعنا ان ننجز مشروعات على ارض الواقع بشكل حقيقي وواقعي لاننا بدأنا بمنظومة محترمة وهي منظومة امنية رائعة امنية من الناحية الخارجية بان استطاعت القوات المسلحة ان تحمي ما يدار حول الدولة المصرية ان تحمي الشرطة المصرية ان نواحي الامنية داخل المجتمع المصري وان هارجع لسؤالك والان استطعت الدولة ايضا ان تعيد تشكيل مؤسسات الدولة ومن هذه المؤسسات السلطة التشريعية التي الان يعرض امامها قانون خاص بتوثيق عقود الزواج او الزواج الحديث كما قلت في الحقيقة دائما نعلم ان المستقى الرئيسي والاساسي لاي قاعدة قانونية هي الشريعة الاسلامية خاصة ان كانت تلك القواعد تخص قانون الاحوال الشخصية فبجد نفاجأ بان سوشيال ميديا وكل صفحات التواصل الاجتماعي تتحدث عن مشروع القانون الخاص بوثيقة الزواج الجديدة ووجوب اختار الزوج بالزوجة ده كان امر معروف من قبل عندما يتزوج باخرى ولكن ما استجدت هو ان يجرم من يخالف ذلك بالحبس او يوقع عليه عقوبة الحبس لمدة عام طب استاذ ممدوح بعض الناس وجدوا ان القانون ده مخالف شرعا كشرع مخالف طبعا انا بقولك راجل قانون اساسا يجب ان القواعد القانونية تكون متوافقة تماما مع ما اقرته الشريعة الاسلامية والاديان السماوية لاننا في مصر تحكمنا الاديان السماوية والعدات والتقاليد النهاردة للأسف نجرم الحلال في هذا القانون يعني ونحرم القرار ده مخالف شرعا لحقوق المرأة طبعا كشرع شريعا لحقوق الرجل حقوق المرأة والرجل والرجل طب ممكن تفسر لنا او توضح لنا النقطة دي هو الحقيقة طبعا احنا حتى الان ده مشروع قانون والناس بتتكلم عنه لكن ان احنا شفنا قانون صدر بهذا الشكل انا لا اعتقد في ظل وجود اه الازهر الشريف ووجود نواب اه يشرعون قوانين لصالح الدولة المصرية تتواكب مع ما يتطلبه المجتمع وتحترم القواعد الشرقية والقواعد الدين الاسلامي انه مستحيل انه يطبق هذا القانون او مشروع القانون بانه اذا تزوج الانسان باخرى انه هو ممكن لو ما اختارش الزوجة الاولى يعرض للحبس في نفس الوقت نحن نعلم تماما ان القانون يعني في جرائم الزنا خلى العقوبة ست شهور تخيل الحرام ست شهور والعلاقات الغير شرعية برضاء الانسة يعني حلل الحرام اه وحرم الحلال يعني القانون ودعينا اسألك انت تحليل حرام وتحليل تحريم حلال وتحليل حرام خلينا اسألك انت كمان كأنسة بما اني انا النهاردة بحاور الاستاذ ممدوح حافظ رجل قانون وكذلك اعلامي فالحوار بجد شايق غير اني صعب شوية لا مصعب لا حاجة يا فاندي حضرتك استاذ كبير وعلى راسنا لا يا فاندي وسعيدة جدا ان حضرتك شرفتني هنا في البرنامج وبحور مع حضرتك لا انا شرف عظيم لي انا خلينا اسألك بجد سؤال انت كامرأة مصرية هل تقبلي مهما حدث الخلاف او اخفى زوجك عنك زواج او ما اختركيش بوسيلة اخرى انك انت تقبلي تطبيق الحافظ عليه بسبب هذا التصرف المشروع شرعا هل تقبلي ذلك انا كأنسة وزوجي عرفت انه هو تجوز يعني اه حاجة من الاتنين يحبيسه يمويته يانهار ابيان انا ما اعتقدش حضرتك يعني هتقبلي بهذا التصرف ما فيه زوجة تقبل بازية ابو اولادها او زوجها او عشرة العمر اللي معيها اه لكن هناك لو انا عرفت انه هو متجوز دي الخيار اولي الخيار بالزبط يا اب معي يا اسيبه بالزبط بما انه هو اختار حد تاني وفي حاجة اه ان رفضت من حقك ترفعي دعوة خولة دعوة خولة اه ده حقوق من حقوق المرأة يعني احنا يعني اه مش اقولك احنا مش واخدين حقنا اه احنا بعض لا اولا اولا نحيي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اه طبعا انه هو بجد في زمن هذا القائد سيد عبد الفتاح السيسي نصير المرأة اه بالزبط المرأة استطعت ان تحصل على حقوقها كاملة انا كنت لسا بقوله حضرتك المرأة استطاعت احنا كسيدات استطعنا نسبة وجودنا ده احنا عايزين نقدم له طالعا في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي عايزين نقول له وربنا بجعل يبرك لنا فيه انصف يعني 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 الرجال كما انصفت المرأة فهذا القائد قائد عظيم حقيقي او حتى فيه حاجة مختلفة بيتهياء لي اول سنة يكون مجلس الشعب التشريع التشريع مجلس النواب المجلس النواب يكون فيه كمية هائلة من السيدات طبعا اولا طبعا انا عايز اقولك على حاجة ليس بمجاملة والله المرأة استطاعت من 2011 ان تقول انا امرأة مصرية مثل الرجل وربما زادت في الصبر والكفاح عن الرجل اعترض مع حضرتك في نقطة من 2011 تمام المرأة بتقول انا مرأة وشيينة وفي ظهر بيتها وزوجها بالعكس في المقدمة الحياة تتحمل المسئولية من زمان قوي يعني هتلاقيها في دور الارياف ست زي ما بيقولوا كده ست بمئة راجل حقيقة يعني هي يعني من زمان شقيانة ومن زمان اثبتت وجودها بس كان في حاجة كقانونا وده اللي دهونا الحق كقانونا للريز ان المرأة لازم تاخد حقها كان حقها اه هو النظرة الشرقية مش مدفونة المرأة الشرقية بصفة عامة كان دائما هي التي تعول الاسرة وهي يعني الامانة الحقيقي للاسرة فمهمتها الاسرية كانت اهمة من المهمة الوظيفية لكن من خلال التطور المجتمع اللي شفناه المرأة استطعت ان يعني تعمل توازن بين النواحي العائلية والنواحي الوظيفية والنواحي الاجتماعية واسبتت ان هي ممكن لقيها في الميدان قبل الرجل عندما يكون هناك اه يعني امر يخص الدولة المصرية لها ايضا صمام امان لرعاية الاسرة المصرية عندما يحدث حادث او اصابة للرجل سواء صحية او باي سبب اخر فاللهي هي بتقدر تقوم كعائلة للاسرة بشكل عام واستطعت ايضا بالثقافة العالية اللي وصلت لها المرأة وضرها الريادي انها لقيها قاضية لها وزيرة لقيها دكتورة لقيها الحقيقة انا قبل الزواج كنت اعترض عن عمل المرأة كرجل سعيدي ولكن عندما بعدما اتجوز الامر اختلف تماما عندما اصبح لي من الابناء الذكور والاناس رأيت الوضع الوضع ان الانسة حقيقي يجب ان نتخل حقها ويجب ان يكون فيه ثقة من ندهالها ثقة اخلاقية ثقة اكتماعية ثقة انها تقدر تقوم بالعمل وده حقها علينا في الدولة المصرية كيف ترى تطبيق القانون في مصر بصي انت دعيتنا من مرحلة لمرحلة بصي حضرتك كنت اتمنى ان اجد تطبيق القانون مثل التطور العظيم اللي شايفه في تطوير الدولة المصرية في كافة المشروعات سواء الزراعية السكنية الصناعية طفرة كبيرة جدا الا ما زالت العدالة تعاني من البط والتعقيدات الادارية والتشابكات المتعددة النهاردة ناس كتير جدا لما بيكون يعني عندها مشكلة او ازمة او حوق ضائعة تبحث عن حلول سلمية خوفة من لجوء الى القضاء يعني حضرتك بتقول احنا النهاردة بنحقق العدالة داخل الدولة المصرية العدالة الناجزة بصي حضرتك انا بقولك ما زلنا نحتاج الكثير لتحقيق العدالة الناجزة اولا لازم مشيد ان احنا كمؤسسة عدالة في مصر او سلطة العدالة اللي هي سلطة القضائية سلطة محترمة جدا لا تعقيب عليها لكن ملف القضايا الشائك والمتعدد والمتشعب من تركمات الزمن والجهل بالقانون وعدم وجود الثقافة القانونية بيؤدي الى زيادة المشاكل داخل اورقة المحاكم الامر الاخر ايضا ان احنا التشريعات اللي محتاجين نطورها ونغيرها لان احنا اصبحنا في دولة متقدمة يجب فيه تشريعات كتير محتاجة للتطوير يجب ايضا الانتباه ان ميزان العدالة ولا اقول ذلك كون محاميا ان ميزان العدالة الحقيقي هو اعطاء الحصانة الحقيقية للمحامي في اداء دوره لانه المعدل الرئيسي لتحقيق العدالة الناجزة داخل الدولة المصرية اما ما يشاع في الاعلام او في الدراما او في التلفزيون والتعرض الى مهنة المحامي بالصفرية انا بقولهم لا المحاماء هي شريكة للعدالة شريك اساسي لتحقيق العدالة فالنهاردة ما فيش تحقيق بدون محامي فيش محكمة او جلسة تنعقد بدون محامي ما فيش محكمة الا لما نسمع الدفاع ولكن النهاردة لما نعمل تعقيدات وده المشكلة الكبيرة اللي بتواجهنا النهاردة المفروض بنكلم على الرقبانة والتكنونجيا وتحقيق التكنونجيا بشكل متطور ما يفعش النهاردة لقي جهاز اداري بيتعامل مع جهاز العدالة بفكر الماضي بفكر ان انا موظف بتاع الارشيف بفكر ان انا بعمل تعقيدات بفكر الموظف النهاردة انه خلاص عندي معاد حضور ومعاد انصراف وازاي استهلك الوقت ده محتاجين تطوير شامل لميزان العدالة احنا عندنا بضاء في غاية الاحترام في غاية العلم والنبوغ عندنا موحامين نفس الامر لكن محتاجين تطوير المنظومة بشكل كامل عشان نقدر نوصل للعدالة النجزة وعلى فكرة العدالة النجزة دي هتوفر علينا حاجات كتير داخل المجتمع النصري النهاردة زمان كنا بنسمع في الافلام والمسلسلات دايما بقولك الشرطة بتيجي بعد ما بتتم الجريمة على فكرة لو الاعلام اهتم بالتثقيف القانوني وكل رجال القانون اهتموا بارسال الرسالة القانونية لتثقيف المجتمع دي هتبقى وقاية من الوقوع في الخطر في الجريمة فالنهاردة يعني كان عندنا قاعدة قانونية واتمنى كرجل قانوني ان يتم تعدلها يقولك الجهل بالقانون ليس عزر دي مشكلة كبيرة بجد في ناس كتيرة ده ممكن ترتكب جريمة لانا مش عارفة الفقل ده مجرم بالنسبة لموضوع حضرتك فتحته موضوع الجريمة اتفضل يا فانو اه في دلوقتي انتشار البلطجية وانتشار اه شباب من سن 16 سنة و 17 سنة و 18 سنة اه ممكن المجموعة قاعدين مع بعض في خناقة كده بسيطة الولد يموت صاحبه او يموت اه حد عكس بنت صغيرة او مش عجرة قانون هقولها لك فانو دايما حضرتك الاعلام والدراما والسينواء وسائل الاعلام بكل فئة احنا بتبقى انا بكلم حضرتك بكلم حضرتك مش على الاعلام انا بقول القانون القانون الحكم او المادة القانونية اللي اللي بيتجرب او اللي بيتجرب ما هو لو دخل اتحكم عليه مثلا سبع سنين او ست سنين وهو في سن خاصة وهو سن صغير اه اولا هيطلع هيطلع مجرم اكتر من كده وهيطلع يعمل اكتر من كده ومحدش هيقدر يقف وشه ده اللي انا عايز اقوله لك التوعية التثقيف القانوني التوعية من ناحة الاسرة من ناحة المجتمع الاحزاب لها دور في التوعية الاسرة لها دور المدرسة لها دور احنا مجتمع متكامل القانوني بالنسبة للمدرسة ان شاء الله بعد الفاصل لنا موضوع للتعليم والدراسة اهم الحاجة التعليم انا ما عادش فيه تعليم دي الوقت بس ان شاء الله احنا ما نسبقش الحداث ان شاء الله وبعد الفاصل هنتكلم مع حضرتك في موضوع التعليم والنت والتكنولوجيا بإذن الله يا فن السيد ممدوح اسأل حضرتك برضو قانونا فضال يا فن السن السن الولد لما يجي برضو انا على الخناء لان فيه حاجات كتير جدا ومنتشرة اول يومين دول في الشوارع اه اعادي انا اطلع القطر او سلاح او كده او سوري في اللفظ اللي بيبقى معاه حيوان الكلاب يهجمها التنمر على وممكن ينهاشه تمام بص يا فن بتني بس فرصة حضرتك التليفون ده عدو اصبح لينا بنستخدم الطريقة سيئة لما لاقي الالعاب عنيفة بيتفرج عليها الاطفال لما لاقي الافلام المصرية بتتناول العنف لما لاقي نجم زي الممثل محمد رمضان ويجيب حد ولبسه اميس نوم عشان ينتقم انا هو ده الدور المفروض نوصله تمام عشان ما نعملش فكر اجرامي للنش اللي طالع فكلنا اصحاب رسالة يجب الرسالة دي كلنا نهتم بها كرجال دين كرجال قانون كتعليم كأسرة كأحزاب الى اخيرا الموضوع الحضرية تتكلم ده عايز حلقات كتيرة جدا لانه موضوع شيق وموضوع مهم جدا عايز كذا حلقات علشان المعلومة او نفيد الموضوع اتفاج اكلم حضرتك دلوقتي انقطاع النت على بعض المدارس وقت امتحانات اللغة العربية حضرتك لو تفتكر من كم يوم او اليوم الاولى سنوية تانية سنوية موضوع تحدث عنه كتير من اولياء الامور طبعا احنا كاولياء امور كنا ربنا عالم يعني اه تحدث عنه كتير بين اولياء الامور ان ابناءهن يعيشون حالة رعب بسبب عدم استيعابهم واستجابتهم فيه ناس ما بتعرفش تستعمل التكنولوجيا فانا سؤالي لحضرتك من المسؤول المسؤول عدم وعي الطالب ولا المسؤول الوزارة ولا مين المسؤول ان انا انزل تابلات او انزل التكنولوجيا عامة في المدارس في الوقت الحالي والمفروض ان كان في حاجة اسمها دورة تدريبية ان انا ااهل الطالب او ااهل اولياء الامور المفروض انا من وجهة نظري فضالي اه المفروض ان كان يبقى فيه نظام قبل ما انزل التكنولوجيا اه ان اولياء الامور ليهم دورة تدريبية لتأهلهم اولادهم عشان يعرف يذكر لقول احنا كنا بنذكر من الكتاب للاولاد في بعض اه اولياء امور وبعض الناس كتير جدا ما بعرفش يمسك التكنولوجيا ما يعرفش يقرأ ويكتب فيه في الارياف كتير جدا وفيه هنا كمان من المسؤول بصة حضرتك احنا قبل ما ندور عن المسؤول لازم دايما نقول كيف نستطيع الخروج من هزي الازمة اولا التعليم فيه خطر رغم اهم الاولويات لانقاذ اي امر هو التعليم التعليم ده اهم بند في الدولة عشان نقدر نبني ونستكمل الدولة بالبنيان الرائع ده يجب ان نهتم بمنظومة التعليم ربما تعطلت منظومة التعليم بسبب ظروف مرض اوباء كورونا منذ نصف الترم التاني بتاع العام الماضي بالاضافة الى هذا العام لكن في نفس الوقت نحن ملزمون بان نثبت للعالم باننا نتماشى مع التكنولوجيا والرقمنا وان يجب علينا ان نقوم بتعليم حضرتك نظام التعليم تأثر بالهجة بتاعت كورونا طبعا اولا احنا في ظرف زي ما تأثرت كل حاجة اكيد اكيد احنا في ظرف السسنائي عشان كده بداش نلقي المسؤولية على من او من لكن ازاي نعالج او ازاي ننظر للغد السيستم واعع شبكة واعع لكن احنا لو اهتمينا واجبنا وعد من حضرتك السيزة ممدوح لينا لقاءات ولقاء تاني السيزة ممدوح حافظ لينا لقاء تاني ان شاء الله بالنسبة عشان وقت البرنامج طبعا الوقت اساسا هو الوقت الدايق الدايق اساسا واشكركم اعزائي المشاهدين وانتظرونا كل يوم اتنين ان شاء الله الساعة خمسة السحة والجمال وحلقة جديدة وكانت معكم كريمة عدلين